بحذك من ناري عاجات في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله ستلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرخام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة وكما نتذكر مسكنا موضوع وسنستمر فيه إلى أن ننهي وهو اللفظ الذي يثير مخاوف السيدات الباحثات عن الحمل لقب وكلمة مخزون المبيض من البويضات حيث تعلم السيدات إن هذا التحليل نتائجه قاسية ومريرة وأحيانا محيرة وأحيانا النتائج قد لا تكون مرضية فمخزون المبيض من البويضات يقل ولا يزيد ومخزون المبيض من البويضات لا يجد الطب علاجا له وفي الحلقات السابقة أكدنا على أن السيدات تولد بمخزون محدد من البويضات يقل بمرور الوقت والعمر وعند بلوغ حوالي تلتمائة لربعمائة ألف بويضة فقط المتاحين وأقصى السيدات خصوبة عندها ما بين تلتمائة لربعمائة محاولة لحدوث الحمل وكل شهر يستنزف من مخزون السيدة من البويضات وبالتالي المخزون يقل بمرور الوقت والعمر ويأتي يوم ينعدم فيه المخزون فتنعدم فيه فرص سيدات في حدوث الحمل لكن كلما قل المخزون كلما قلت فرص حدوث الحمل لا نقول أن هناك مخزون قليل يمنع منعا تاما الحمل لكن كلما قل المخزون قل فرص حدوث الحمل ليه دكتور ده الست بتحمل من بويضة واحدة قلنا لأن الأجود يفقد أولا فعندما يقل عدد البويضات المتاح داخل المبيض تقل بالتالي الجودة وفرص حدوث الحمل منهم السيدات عند 40 سنة عندهم تقريبا 30 ألف بويضة فضلين في مبيضهم من 300-400 ألف ابتدوا بيهم حياتهم الإنجابي طب كويس 30 ألف بويضة كويسين 90% منهم سيئين غير صالحين لحدوث الإخصاب إذا حدث منهم حمل إذا حدث تخصيب لن يحدث حمل وإذا حدث حمل فرص الإجهاض مرتفعة وإذا اكتمل الحمل فيه فرص لحدوث التشوهات وهذا معلوم يقينا لكل السيدات لكننا لا نتحدث عن السن فقط كعامل سلبي مؤثر في فرص سيدات في حدوث الحمل وفي مخزون المبيض من البيضات فعندما نتحدث عن مشاكل مرضية نريد أن نتحدث عن أمراض تحد تقلل تهد من مخزون المبيض الستات اللي بتبقى عمرها 20-25-30 سنة ونقول لها مخزون المبيض قليل أو يكاد يكون منعدم ما هي الأسباب التي تؤدي لهذا قلت في الحلقة الماضية رغما عن أن البحث عن الأسباب لا يضيف كثيرا لأننا في الطب نبحث عن الأسباب ونعي نفسنا بالبحث عن الأسباب عندما سيكون السبب المسبب لهذه المشكلة أنه يفرق في خطوات العلاج إذا كان السبب ألف أو به هيبقى فيه فرق في خطوات العلاج أو هيبقى فيه فرق في التعامل مع الحالة لكن بما أن الأسباب مهما تعددت في النهاية النتيجة واحدة أن المخزون قليل ففرص حدوث الحمل قليلة فإذا حدث حمل فهذا نادر ومشاكله وولا آخره فلا يتعب الأطباء نفسهم في البحث عن الأسباب لكننا أكاديميا هنشرح لحضراتكم الأسباب وقلنا أن جايز يكون ده خلقة ربنا للسيدة دي أن مخزونها من البويضات هو قليل فينفذ مبكرا لأن الناس مختلفين في عطية الله لهم وفي رزقهم سواء كان صحة أو عمر أو مال أو أطفال أو سعادة أو شقاء كل ده مقدر سلفا ويوزع على البشر فقد يكون رزقها قليل وقد تكون هناك أمراض تاكل المبيض ومخزونه من البويضات زي الاختلالات المناعية فمناعة الجسم تهاجم البويضات أو مرض البطانة المهاجرة وهو مرض نسائي معروف ومشهور عنه أنه يدمر مخزون المبيض من البويضات في بعض المصابات دي حتى لو لم يكن هناك أعراضا له فهو في سكون وهدوء وخمول وكمون يؤدي إلى تدمير مخزون المبيض من البويضات عند بعض السيدات أو جراحة تجرى على المبيض زي استقصال المبيض أو رام تصيب المبيض أو التهابات المزمنة في الحوض مش الالتهابات المهبلية اللي كل السيدات بتشعر بيها طيب هل هناك طريقة للوصول إلى السبب الذي أدى إلى أضعاف مخزون المبيض من البويضات معظم الأسباب لا يمكن اكتشافها لا بدليل ولا بتحليل لكن معظم الأسباب لو حبنا نبحث في السيدات اللي مخزونهم قليل بنضطر لإجراء من ظهر البطن التشخيصي للبحث عن حالات التهابات الحوض أو مرض البطانة المهاجرة أو التساقات الحوض والتي تؤثر بالسلب على المخزون لكننا قلنا أن الوصول لسبب أو حتى التعامل مع السبب ومعالجته لن يغير في الأمر شيء من أن المخزون قليل ولن يغير في تشخيصنا ولا في خطوات العلاج ولا في فرص سيدة في حدوث الحمد فأحيانا لا يتعب الأطباء نفسهم في البحث عن الأسباب وأحيانا البحث عن الأسباب يكون الهدف منه أن إيقاف التدمير المستقبلي للمبيض يعني إيه؟ ست عندها مخزون مبيض من البويضات قليل وسنها صغير نقول لها الأعراض اللي عمدك والمخزون القليل ده يشير إلى احتمال وجود بطنة مهاجرة فأنت محتاج أنك تعملي منظار المنظار ليس دوره أن سيحسن المخزون المنظار سيكتشف وجود بطنة مهاجرة طب وإذا اكتشفنا وجودها سنقوم بكي النقاط الدموية فنوقف نشاط مرض البطنة المهاجرة لكن حتى إذا أوقفنا نشاط المرض هذا لن يحسن المخزون ولن يزيده لكننا بنكتشف أولا السبب اللي أدى إلى ضعاف المخزون اتنين بنحجم السبب ده ونوقفه عشان نحافظ على المخزون القليل لكي لا يزداد قلة عشان نحافظ على المخزون القليل لكي لا يتضهور أكثر هو ده الدور الوحيد للأطباء وكل ما يقال عن أدوية تزيد المخزون أو تحسن المخزون أو تحسن الأداء المبيض في الستات اللي مخزونهم ضعيف هو وهمة بعض الأدوية بتتاخذ لتحسين جودة البويضات المتبقية داخل المبيض وهذه لها أساس علمي لكن فويدها قليلة ونسب نجاحها قليلة ونادر من السيدات اللي بنيديها الأدوية دي لتحسين جودة البويضات القليلة اللي موجودة التي لا نستطيع أن نزدها ما تنجح في هذا في الحلقة القادمة سأستكمل وذا وبيعي وقت الحلقة دي سأستكمل الحديث مع حضراتكم كيف نقوم بتشخيص أن المخزون قليل وكيف نصل لقناعة أن المخزون قليل بعد ما استعرضنا القواعد العامة في التعامل مع المخزون وأسباب ضعف المخزون لكن هنكتفي بهذا عشان ما نتأخرش على المتصلات لأن فيه اتصالات كتير على التليفون ونبتدي نستقبل أول اتصال تليفوني معنا في حلقتنا النهاردة إسراء غيره طيب إلى أن نصل الصوت وبالتالي الحالات اللي مخزونها من البويضات قليل وسمعت الكلمة دي محدش يخدعها ويقول أنا حديك حاجة تحسن المخزون أو تزود المخزون أو حتى تزيد جودة البويضات دي عليها قوالان لكن كمان محدش قال إن اللي مخزونها ضعيف إنها لا يمكن أن تحمل ما بنقولش إن اللي مخزونها قليل فرص الحمل منعدمة فرص الحمل في اللي مخزونها قليل قليلة وقد تكون نادرة لكنها ليست منعدمة معنا اتصال تليفوني أنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا حضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور أنا بجري إستخل على حسنة فرصة يعني من جهزة ومخزونها بلو سني 17 سنة بالوقت تمام تمام وطول التلات سنين دول زوجك معاك وفي علاقة زوجية منتظمة آه وهو عمل تحليلين التنين ممتازين وعلى الدكتور آه ممتاز أنا دلوقتي يعني رفهم في قبر كتير كله يقولوا إيه تمام كده كويس قوي يا ربي يبقى حقيقي قالوا لك إنك تمام بناءً على إيه بنوا قرارهم منك تمام ده بناءً على إيه من تحليل من فحوصات من أشعات اتعملك إيه اللي تعمل آخر حاجة اللي هو بتعمل أول حاجة أول ما تحط رجلك في عيادة نسا يا حضرك بقى لك ثلاث سنين تترددي على عيادات الدكترة وبعدين بيقولوا لك أنت ما عندكيش حاجة وأخيراً حد قالك طب روح يعملي صنار مهبالي في عيادة أشعة مش كده آه لأنهم كانوا بحضرتك بتروحي وبيعملوا لك صنار من البطن بيحطوا الصنار على بطنك تقولوا لك أنت حلوة كويسة ما عندكيش حاجة طيب بعد إذن حضرتك عشان أعرفك وأعرف السيدات أن الصنار الذي يوضع على البطن لا يرى شيء لا يرى شيء مطلقاً ولا قيمة له ولا أهمية له ولا دور له في تشخيص حالات تأخر الحمل وفي تشخيص أي سيدة ما هياش حامل يبقى الصنار من البطن ده المفروض يتعامل للسيدات لإيه؟ الحوامل لما بتعامل اللي سيدة مش حامل وبنحط الصنار على بطنها بنشوف إيه؟ لا شيء اللما اللي كانوا بيقولوا أنت كويسة بناءًا على إيه؟ حد يعني بيراضي حد بلاش أقول كلمة تانية يعني الصنار من البطن لا يرى شيء فأخيراً بقى قالولك إيه؟ إحنا ما عندنا الصنار من البطن في العيادة اللي عندنا ده ده كاترة اللي أنت بتروح لهم ده أساس طبعاً إنه يبقى موجود في العيادة فاروح إعبلي في مركز أشعة صنار مهبلي تمام؟ فبن إيه بقى في الصنار المهبلي؟ بان قال لي مش أي حاجة والله هو قال لي بس أخر في الوقت من السبوع فقالت الدكتور قال لي الرحمة بتاعت مجلوب تمام وحضرتك فهمتك الكلمة دي معناها إيه؟ يعني الدكتور قال لي كالرحم مقلوب خدتك الكلمة دي ومشيتي أنا بقى بسألك فهمتك الكلمة دي معناها إيه؟ أو تأثرها إيه؟ أو سألتيهم دي سبب أن لتأخر الحمل ولا لأ؟ لا أنا ما سألتوش يعني الدكتور قال لي الرحم مقلوب قمتنتي مقلوبة واخد بعضك ومشي آه بس قال لي مفيش حاجة قال لي مفيش حاجة طيب الرحم المقلوب زي ما نقول له فلانا أنت طويلة أو وشك شكله مسلس أو جبهتك كده عريضة أو قرطك عريضة أو وشك مدور يعني ده فرق في خلقة الله للبشر تمام؟ 80% من السيدات ربنا خلقهم الرحم منكفي إلى الأمام على المثانة وهما يعرف بـ وده الوضع الطبيعي بنقوله الطبيعي لأنه الأغلب لكن فيه 20% من السيدات ربنا خلقهم والرحم بتاعهم ماله منقلب للخلف طب الرحم اللي منقلب للخلف ده يمنى حمل؟ لا الرحم اللي منقلب للخلف ده يسبب إجهاض؟ لا طب الرحم اللي منقلب للخلف ده يحتاج إلى أوضاع معينة للجماع زي ما فيه ناس ما زالت بتقول طب انتهى من 20-30 سنة؟ لا يبقى الرحم اللي منقلب للخلف لا بيمنح حمل ولا بيسبب إجهاض ولا يستدعي طريقة معينة لعلاقة زوجية طب هو إيه اللي ألبه للخلف؟ معظم السيدات اللي الرحم منقلب للخلف ربنا خلقه كده منقلب للخلف لكن الرحم اللي منقلب للخلف إيه اللي ما يمنعش حمل؟ بيزيد من نسب حدوث حاجة اسمها retrograde menstruation الحض الارتجاعي ارتجاع دم الدورة للحوض وارتجاع دم الدورة للحوض النظرية التي يثق معظم الأطباء في إنها سبب نشوق مرض اسمه البطانة المهاجرة يبقى الستات اللي الرحم مقلوب للخلف اللي هو ما يمنعش الحمل احتمالية وجود مرض اسمه البطانة المهاجرة فيهم احتمالية عالية مرض البطانة المهاجرة موجود في 10% من الستات لو جبنا 10 ستات ماشيين في الشارع واحدة هيطلع عندها بطانة مهاجرة طب لو جبنا 10 ستات عندهم رحم منقلب للخلف هيطلع 3-4 عندهم بطانة مهاجرة أي أن الرحم المنقلب للخلف ليس في حد ذاته سبباً لمنع الحمل لكنه يزيد بـ 3-4 أضعاف نسب حدوث البطانة المهاجرة وهو مرض يمنع الحمل لسنوات دون سبب واضح وهو السبب الرئيسي والأغلب ليه؟ إن ستة يبقى عندها تأخر حمل مجهول السبب زي ما بيقوله حضرتك وبالتالي الرحم المنقلب للخلف محدش يفاهم ستة أنه يمنع حمل لكن كمان محدش ياخده بيستخفاف لما يبقى فيه رحم منقلب للخلف والستة ما بتحملش وما فيش سبب واضح نقوم نشك ده الرحم منقلب للخلف ده ربنا سبهلنا علامة عشان نبصه ونقول أي وده بييجي معه مرض اسمه البطانة المهاجرة وده يمنع الحمل لسنين وما يبنلوش أي أعراض ولا أي وسيلة تشخيص سوى منظار ودي بقى لها 3 سنين ما بيحصلش حمل تعالوا ما نعمل لها منظار عشان ندور على البطانة المهاجرة يبقى ده أهمية الرحم المنقلب للخلف فيه بقى رحم منقلب للخلف مكتسب يعني الستة دي ربنا ما خلقش الرحم بتاعها منقلب للخلف لكن عملت عمليات في الحوض حصلها التهابات مزمنة في الحوض فحصل التساقات في الحوض فالتساقات الحوض أكترها خلف الرحم فالالتساقات اللي خلف الرحم تشد الرحم لورا لأن النسيج الالتساقي نسيج بيعمل شورتنينج بيأثر لما حضرتك تشوفي دراع الراجل اللي ماشي في الشارع وكان دراعه جلده ده محروق فتاقي الجلد ده مكرمش ليه الجلد كرمش كده؟ لأن ده هيلد بوفيبروزيس حصل التقام للحرق بأنسجة تليفية والأنسجة التليفية والأنسجة الالتصاقية أنسجة لها الكريتيريا لها مواصفات إنها تعمل كونتراكشر تقصر وتشد فلو حصل التصاقات خلف الرحم تقوم تشد الرحم الورا يقوم لما نشوف ست عاملة عملية قبل كده فتحة بطناء عشان استقصال ورام ليفي ولا كيس على المبيض ولا عاملة أكتر من قيصرية ونلاقي الرحم منقلب للخلف نقول أيوة الرحم منقلب للخلف لأن في الأغلب حصلت التصاقات شدت الرحم لورا وهنا يصبح المانع للحمل هو الالتصاقات التي حدست بسبب هذه التدخلات الجراحية اللي من علامة وجود الالتصاقات دي الرحم المنقلب للخلف يبقى الرحم المنقلب للخلف في حد ذاته ليس سبب مانعا للحمل لكن إذا وجدته في سيدة لا تحمل يجب أخذه بعين الاعتبار بأنه يغير طريق تفكيرك وطريق تعاملك مع الحالة عندها تأخر حمل مجهول السبب مش باين سبب بقالها ثلاث سنين ما حصلش حمل مطلقا ما فيش سبب واضح وعندها رحم منقلب للخلف الله ده دي علاقة بين البطان المهاجرة والبطان المهاجرة لا يظهر لب منظار تعال يا بنتي انت محتاجة انك تعملي منظار لأنه عد سنتين أو أكتر دون سبب واضح لتأخر الحمل ست دي عاملة ثلاث قيسريات قبل كده أم واحد طلب منها أشعة بالسبغة ولا الأنابيب سلكة فيقول لها الأشعة بالسبغة ممتازة لا يا فندم اللي اسمها الأنابيب نافذة ما تقولش أكتر من كده لكن الست دي بقى عندها رحم منقلب للخلف يبقى رغم أن الأنابيب نافذة في الأغلب حصلت سقط في الحوض بسبب القيسريات السابقة واللتساقات دي تؤثر بالسلب على فرص الحمل حتى لو كانت الأنابيب نافذة حضرتك محتاجة تعملي منظار عشان نشوف فيه التساقات في الحوض ولا لأ حصلت من القيسريات السابقة والمنظار سيقوم بدوره في حل هذه الالتساقات إذا وجدت ده طريقة التفكير المنهجي في التعامل مع سيدة عندها تأخر حمل مجهول السبب وإن كان عشان نقول تأخر حمل مجهول السبب في حالة حضرتك يجب أن تستبعد الأسباب وتستبعد الأسباب بفحوصات لكن سيدة بقالها ثلاث سنين محدش شكها بإبرة محدش عمل تحليل لهربون اللبن محدش عمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات يقولوا إحنا مش عارفين إنت ما بتحمليش ليه حضرتك يجب أن قبل أن تطلق كلمة تأخر حمل مجهول السبب أن تستوفي الأسباب عشان كده لما بنيجي ندرس الطالب في كلية الطب نقول لأول كاد نقول الآتي أن تأخر حمل مجهول السبب نسبة حدوثه ما بين 3 إلى 15% فأي طالب نابه كده في كلية الطب يقولنا يا دكتور لو سمحت الكلام ده مش مقبول ما تدرستلنا في الطب أن ما ينفعش يبقى فيه نسبة واسعة نسبة تأخر الحمل مجهول السبب من 25 إلى 20 من 3 إلى 15 دي نسبة واسعة لما تقولي النسبة من 3 إلى 5 من 5 إلى 7 دي نسبة مقبولة نقول له آه هي تأخر حمل مجهول السبب نسبته ما بين 3 إلى 15% على حسب كفاءة الدكتور اللي الست بتروح له وكفاءة المركز اللي بتتعامل معاه فواحد ما طلبش أي تحليل فيقول لها أنت عندك تأخر حمل مجهول السبب بينما تروح لواحد تاني قم شكاب إبريلا يهربون اللبن عالي فأصبح المجهول معلوم وبالتالي خرجت الست دي من تقييم تأخر الحمل مجهول السبب وبالتالي حضرتك محتاجة للذهاب لمتخصص يعني دكتور متخصص في تأخر الحمل كلهم كاتبين على عياداتهم متأخر حمل أيوة بس مش متخصصين في ده مش شغلتهم ده مش ممارستهم الوحيدة ده العيادات بتاعتهم كلها سيدات لمتابعة الحمل ده دكتور متابعة حمل ولاده فلما روح هسمع كلام مختلف وحعمل فحوصات مختلفة وساعتها إذا تأكد إن في تأخر حمل مجهول السبب فأنا قلت لحضرتك إيه الخطوات اللي مطلوب إنها تتعمل معنا اتصال تليفوني آخر اتفضلوا وعليكم السلام وحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك لو سمحت يا دكتور كنت باخد حجة منع الحمل متلاشر خدتها سنة وان ما اضطرتها هيبني عني خمال 6 سنين وكل مرة هكشف كويس والطبوط كويس وما بحصلش حمل تمام هو الطبويد إنه يبقى كويس دوارد بس إنه الطبويد يبقى كويس وما يحصلش حمل دوارد برضه ليه؟ لإن حضرتك مش هتحملي لوحدك فمطلوب مثلا تحليل للزوج وحضرتك كنت ست والدة وبتردعي وبتستخدمي حقن هرمونية مشهور عنها إنها بتعمل خلل في الهرمونات وارتفاع في هرمون اللبن فمحدش طلب التحليل ده نمرة ثلاثة بيعتمدوا على إنه يقولوا إنه عندك طبويد بعمل صنار والصنار لا يرى بويضات لأن البويضات لا ترى بالعين المجردة وما يرى بالصنار هي أكياس أو جريبات قد تحمل بويضات وقد لا وقد تكون داخلها بويضات جيدة وقد لا وقد تخرج هذه البويضات وقد لا والدليل على كل ده بتحليل وكل الكلام اللي أنا قلته ده ما تعملش وبالتالي حضرتك مستعجبة أنت واللي بيقولولك كده إحنا مستغربين أنت ما بتحمليش ليه بينما مش مستغرب خالص والولادة اللي فاتت كتولادة مهبلية ولا بقيسرية طبيعية طبيعية تمام يبقى إحنا زي ما حضرك سمعت كده مطلوب نعمل تحليل للزوج لأن الزوج اللي حضرك حملتي منه من ثلاث سنين هذا ليس ضمان أنه مش هيحصل له أي مشكلة مطلوب أن يتعمل لحضرتك تحليل للهرمونات مطلوب أن ما يروع على الصنار وبيقولوا أنه بويضات يبقى الكلام ده مثبت بأن فيه تحليل لهرمون الأنوسة يبقى مرتفع فيقول أن دي بويضة بجد طبعا مطلوب أن يتعمل فحص ليه الأنابيب رغم أنك والده بولادة مهبلية لأن حتى لوالده مهبلياً ممكن الأنابيب تتضرب أسباب وبالتالي لما نعمل الفحصات دي نصل لسبب إن شاء الله أعملت تحليل وفعلاً طلبوا من جزء تحليل وعمل تحليل في التحليل فاتصلع الحركة العدد الكبير والحركة الحركة ضعيفة طب ما هو يبقى فيه سبب يبقى فيه سبب فبعداً خد العناج فمن الإشارة اللي فات كان معادة دورة يوم 11 من إزلش يوم 11 عادة معسر 8 أيام فأعملت اختبار الاختبار طلع شرطة ضعيفة والشرطة الثانية ظهرة فبعداً اتبحت للدكتورة ديتني على جيات اللي لو فيه حملها هيثبت لو دورة هتنزل وبعدها بكم يوم نزلت دورة عادية خالص لإن دا ما كانش حمل والاختبار اللي حضرتك عملتيه دا غلط مش غلط في الاختبار غلط في حضرتك تعاملك مع الاختبار كل الستات المصريات مكتوب على الاختبار كده يتحط فيه البول وبعد دا دقيقة ينظر فيه تقوم الست بعد دقيقة زي حضرتك ما يبانش شرطة فتقول ايه خليه شوية كده على جنب المرمي عيني عليه وبعد خمس دقايق صهرت شرطة خفيفة خالص اهو شرطة خفيفة دا حملة خفيفة يا ولاد لا يا فندم التحليل دا ما تعملش مظبوط التحليل بيقاس بعد دقيقة حضرتك استي بعد خمس دقايق اعمى يا دكتور اعمى انا عارف انا قصدي في الهم دا ليلة نهار كنت حامل والحملة ضعيف وروحت المعمل كتب لي ويك بوزيتف كل من الناس مش عارفة ان دي مريضات تكييس مبايد عندها ارتفاع في هرمون الـ LH حيث هرمون الـ LH لو كروس ري اكشن مع هرمون الـ HCG اللي هو هرمون الحمل وبالتالي الست اللي عندها تكييس مبايد الدورة تتأخر وهرمون الـ LH بتاعها عالي ولها محد يعمل لها اختبار للبول سينخدع تحليل البول في هرمون الـ LH اللي بيبقى عالي في المتكييسات وسيقرأوا على انه اختبار حمل لكن هذه الشرطة هتظهر بعد عدة دقائق حافظ انا هو بسمع على طول عارف اللي جرى و اللي حصل وطبعا حضرتك محدش من اللي انتي بتروحي لهم جروا انه يقول لحضرتك الحقيقة دي يقول لك اه والله احتمال يكون حمل واحتمال ما يكونش طبعا دي ما لهاش بس هما بيفرحوك يقول لك الجزء الاول من الجملة احتمال يكون حمل بصي هناخد التحليق العلاج ده اذا كان حمل حيسبته اذا ما كانش حملة هتنزل دورة اللي هو الكلام والاسلوب اللي كان يقال ما بين سنة 1960 ل1980 لكننا مش سنة 2020 اللي في حاجة اسمها اختبار حملة رقمي في الدم فروح اعمله فيطلع التحليل واحد فيقولولي انتي مش حامل ولا كنتش حامل ولا ده حمل ولا اسمه حمل سهلة جدا لكن ما حدش هيطلب كده ليه؟ عشان حضرتك عايزة تسمع انك حامل فحيعشموك بده ويقولولك كده ويبسطوك بده خلافا للحقيقة بلاش استخدم لفظ تاني وبالتالي اللي بيقول لحضرك التبويض كويس وما فيهوش حاجة التبويض الكويس ده مع خلل في الدورة والدورة بتتأخر قم حضرتك لمجدلة المصريات الشهيرة لو انتي قاعدة قدامي دي اول مرة تحصل كده يا دكتور ماشي لما حضرتك تبقي عندك الرضا والقبول انك عايزة تسمعي انك عندك مشكلة عشان تعالجيها ما يبقاش حضرتك رايحة لدكتور عشان يختم ويبصم انك كويسة فانتي عايزة تسمعي منه ده فده يقراه في عينيك فيقولهولك ها ستذهبين الى من سيقول الحقيقة بناء على تحليل تثبت الخلل اللي عند حضرتك معنا اتصل تليفوني ما عليك لدكتور عليكم السلام يا فانتي لو سمحت انا حامل صاخر الثامن وبعدين الدكتور كشف عليك اكتشف انه فيه سهر بيبي فيه عنده ستقة في السريتين والبطن وبعدين جالي لازم ينزل واحسن اللي انت سنتينتظر التاسع عشان هو بحق يعن غالبا حيزا المتوفي يعني عشان الحالة بتاع الطفل ده اسمه هايدروبس اسمه استسأعام هيبقى عنده مية حوالين الرئة ومية في البطن ولاخره وفي الاغلب في الاغلب سببها خلل كروموزومي يعني خلل في عوامل وراثة اول ما نقول للمصريين كده ما عندناش وراثة في العيلة يا دكتور اقول له يعني ايه يعني لما عندناش حد يجي جاب عيال مشوهة يا دكتور انت مش واخد بالك اقول له انت اللي مش واخد بالك ان دي اسمها اختلالات في عوامل الوراثة والتي تنشأ من ست طبيعية وراجل طبيعي عندما يتلطقي عوامل الوراثة بتاعتهم يحصل خلل في الترتيب وهو ما نسميه بجين ميوتيشن واسبابها التانية فيرال انفكشن يحصل للست التهابات فيروسية اثناء الحمل تصيب الجنين وتؤثر على اليمفاتيك سيستم بتاعه لكن اذا كان التشخيص ده هو الهايدروبس ده هو الاستساء العام ده فما قاله الطبيب صحيح هذا الطفل وهذا الحمل مقاله الى الانتهاء ولن يكتمل واذا اكتمل فسيموت الطفل داخل الرحم واذا لم يموت داخل الرحم سيموت بعد الولادة مباشرة اذا كان هذا التشخيص صحيح وبالتالي لا ينصح للسيدات دي بالانتظار لان الانتظار هيبقى عذاب ومرار وانتظار لطفل ما فيهوش في النهاية رجى وبالتالي يجب التدخل لانهاءه اذا كان التشخيص صحيح ده الحمل رقم كام في حياة حضرتك ده رقم رقم ثلاثة رقم ثلاثة والولادتين اللي فاتوا طبيعيين ولا قيصريات قيصري قيصري والبنتين كويسين خالص اه يا فاندم برضو حضرتك بتقولي نفس الاسلوب المصري والبنتين كويسين خالص ده جي من اين اكني ما شرحتش حضرتك مش معنى ان حد جاب طفل كويس انه خلاص على فكرة انا كل عيالي كويسين ايوا يعني حضرتكو كده انا معايا شهاد في الضمان انا مش هجيب عيال فيهم مشاكل ايه ده هذا خلل يحدث من سيدة طبيعية وراجل طبيعي عند التقاء عوامل الوراثة بتاعتهم يحصل خلل اثناء لحظة اللقاء تمام؟ اثناء لحظة التقاء البويضة بالحيوان المانوين تمام؟ مش معنى ان البنتين كويسين وطبعا بقى يا سلام لو السيطرة لو كان ده اللي جوه بطن حضرتك ولد فهتبتدي تقولي لا ده الولد عشان محسود عشان حسدوني عشان انا قلت انه ولد ودكتور لما هجيب ولاد هيحصل فيهم مشاكل لما هجيب بنات هيبقوا كويسين هذا لا علاقة له بجنس المولود هذا خلل له الاسباب اللي انا قلتها اختلالات كروموزومية او عامل الوراثة والتي لا يقي منها ان حضرك تبقي طبيعية وان الزوج يبقى طبيعي وان عيلة الزوج طبيعيين وان مفيش فعيلته كده وان عيلته طبيعية وان مفيش عيلته كده وان العيلة اللي فاته طبيعيين كل ده لا يقي ولا يضي ضمان من حدوث ان مده ما يحصلش خلاص ادي واحد الطريقة المصرية في التعامل معنا الحاجة التانية المشكلة الحقيقية في حالة حضرتك هو كيفية انهاء هذا الحمل ليه طفل كبير في الثامن الاكتشاف بتاع المشكلة جيمة اخر ست عاملة قيصريتين قبل كده هنا بقى بقت فيه ضيلمة نستنى الست دي يجي لها طلق طب وزي جالها طلق على رحم مفتوح مرتين ممكن الجرح ده يتفتح ويحصل لها انفجار للرحم فتبقى فيه مشكلة اخرى والانتظار مرار والست دي هتبقى عصابها وتقعد تقول لنا طب العيل ده مات في بطني طب حيسممني طب هو مشوه طب حيزيد تشوهاته تهم ولا نعمل للست قيصرية فيبقى فتحنا البطن لتالت مرة وجرحنا للرحم تالت مرة وده اضعاف له وعلى طفل مفيش رجع فيه فهنا الحقيقة المشكلة الحقيقية القرار هنا صعب وتحكمه عوامل كثيرة طبعا الاكثر امانا لما نتكلم بقى على سيف وبستاتريكس علم الولادة الامن الاكثر امانا وان الست دي تفتح بتنوى النزل للطفل ده تمام اذا كان في عوامل اخرى تضف لنا الى صحة القرار فتخلينا نخده باريحية اكتر طفل كمان جاي برجليه ست عامل قيسرتين قبل كده والطفل جاي برجليه خلاص هنعمل ايه او الست دي ضغطاء عالي او سكرها مش عارف ايه لكن المشكلة الحقيقية اللي حضرك ما بتفكريش فيها وما بتنقشيهاش هو انهي الحمل امتى وازاي تعم لكن هو هذا اسلوب تعامل عينيننا معانا على فكرة انا وجوزي ما عندناش حاجة عائلتنا كلها ما فيهاش حاجة البنتين اللي قبل كده كويسين للأسف الشديد ده كله لا تستطيع ان تأمن ماذا هيحدث في المستقبل لان معظم الناس مش قادرة تدرك ان معظم الاطفال اللي عندهم تشوهات تخليقية تشوهات تشريحية تشوهات سببها مشاكل في العوامل الوراثية في الكروموزومات او الجينات سببها الرئيسي هو جين ميوتاشن قفزة وطفرة جينية سيئة يعني ايه الكلام ده يعني ام كويسة واب كويس وعالتهم كويسين وده كويسين ما عندهمش اي تاريخ مرضي وده نطلع بوايضة كويسة وده نطلع حيوان مانيه كويس لحظة التقاء الحيوان المانيه بالبوايضة بيحصل رص كده لعوامل الوراثة والكروموزومات الرصة دي حصلت غلط وبالتالي الخلل لا يقي منه ان الاطفال قبل كده كويسين ولا ان العائلة كويسة ولا 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 وكل الناس معرضة له والنسبة حدوثه ما بين 4-8% من كل السيدات الحوامل معنا اتصلت يفوني اخر اتفضلي يا استاذة نحتو انا اسم اي مين ده يشرفنا انت عمرك كم سنة 26 ووزني 57 كيلو وعملت تحلق ومتجوز بقى لي سنتين كويس بس ما حصلش حمل على طول بعمل سنور مهبالي وما حدش قال لي انه عندي تكايس هو ساعت بيطلع كيس على المبيض كيس وظيفي وعملت يا دكتور تحليل الهرمونات لقيت هرمون اللبن 46 تمام والLH 7 و7 من 10 والSSH 6 و8 من 10 روحت للدكتور فقالوا لحضرتك ايه على التحليل دي هو قال لي هو الاول ما حدش قال لي حاجة وبعدين بعد السنتين دولا نرسى عمل تحليل ده يعني من شهر عارفت انه عندي تكايس مبايد عظيم ممكن تسمحيلي حضرتك تنتظري كده وتاخدي نفسك نص دقيقة عشان حضرتك رمتيلي الرمية في الاول انا وزني كذا عشان ما تقوليش ان التكايس المبايد في البدينات فانت لازم تخسي تكايس المبايد يصيب البدينات والنحيفات والنحيفات عددهم ونسبتهم اقل لكنهم الحالات الاقصى والاكثر درجة والاصعب في علاجهم والاقل استجابة نمرة اتنين في خطأ تاني دي اول مطب حضرتك كنت بتحفره لي عشان ايه ما اتكلمش وما اقولش في خطأ تاني حضرتك خطأ شهير وقلتيه كنت بعمل على طول صنار مهبلي وما حدش قال لي ان عندي تكايس مبايد حيث تكايس المبايد خلل هرموني زي ما حضرتك شفت كده يكتشف بتحليل هرمونات يحدث معه تغير في شكل المبيض في بعض 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 الحالات وليس كل وغالبا في حالة حضرتك هيبقى فيه تغير في شكل المبيض بس حضرتك كنت بتتعاملي مع الزميلات اللي هم بتوعب متابعة حمل فمحدش عايز يقول لحضرتك الحقيقة نمرة 3 قلتيلي بس كل شوية كان بيطلع لي كيس على المبيض ألم تتساءلي محدش قال لي حضرتك كان تسألي هو أنا بيطلع لي ليه كيس على المبيض لأن كيس المبيض ده خلل في عملية التبويد حيث مريضات تكايس المبايد ما لهم ما يحصل لهمش تبويد أيوة وإذا حصل كتير نسبة أن البوايدة تجبر ولا تخرجش وتعمل كيس خاصة في ظل وجود اختلالات أخرى اللي منها هرمون اللبن اللي طالع عند حضرتك عالي قوي وحضرتك بقالك سنتين يتم تطمينك كذبا لأنك عايزة تسمعي أنك كويسة وحتى حضرتك الوقتي وإنت بترميلي الكلام ده بترمولي عشان تقولي لي إيه لأ في الآخر أنا كويسة لأن الجملة اللي كنت لسه حسيبك تقوليها وإنتي حتقوليها الوقتي وعلى فكرة يا دكتور الدورة منتظمة قولي بقى بس يا دكتور أنا بقول لحضرتك على وزني عشان أنا كنت بسمعك لازم تقولي ياخد ميت فورمين أو سيدوفاج هو حضرتك مش أنا قلت إن حضرتك بتقولي الجملة دي عشان بتحفريلي شارك أنا عارف كويس جدا والميت فورمين والسيدوفاج ليس دواء للتخسيس ولا دواء تأخذه البدينات دواء تأخذه المتكيسات وأنا قلت من شوية عشان عارف الجدال اللي حضرك حتجدلهولي قلت إن النحيفات هي الدرجات الإيه أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا قلت للدكتور إن أنا عشان متابع حضرتك قلت له أنا لازم أن أخذ يعني أخذ دواء ده قال لي تخذ فين هتروحي فين تاني لا مش هتاخذي سيدوفاج هنبدأ الدورة الجاية تنشيط على طول سواني هذا الكلام ليس طبا وليس صحيحا وبالتالي بعتذر عن سماعه وأتعفف عن التعليق عليه لأن لو علقت عليه هقول كلام مش ضريف أنا عرضت عليه عشان أنا متابع حضرتك وسمع أن حتى لووزني وليل لازم أن أخذ سيدوفاج حيث هو ليس دواء للبدينات وليس دواء للتخصيص ولا هو ولا غيره ما فيش دواء بيخصص هذا دواء لكسر لاستعداد الوراثي للسكر وهو السبب الرئيسي للإصابة بتكاييس الموايط والسيدات اللي مش هياخده الميتفورمين هيبقى استجابتهم لأدوية التنشيط قليلة واحتمالية حدوث أكياس على المبيض مرتفعة وفرص حدوث الحمل قليلة وإذا حدث حمل احتمالية إجهاضه مرتفعة أنا بسأل حضرتك بقى أمشي معي وأخذ شالاً تنشيط من غير أي أدوية ولا لأ حضرتك عندك إيه؟ نتعليل نتكلم كده أنت عندك إيه؟ شكواكي إيه؟ دي تأخر حمل عندك إيه؟ تشخيصك إيه؟ تكاييس موايط مظبوط أدى إيه لخلل في التبويد أدى إيه لتأخر حمل مظبوط؟ مظبوط حلو كده التصنيف ده واضح؟ كويس حضرتك اتقل للتبويد ده علاج لمين في الثلاث خطوات اللي إحنا قلناهم؟ ولا واحد لا الخطوة اتنين اللي هي ضعف الطبويد طب الخطوة واحد اللي هو أساس المشكلة إن أنا عندي إيه؟ تكاييس عظيم يبقى لازم التكاييس ده يتعمل له إيه؟ ضبط للخلل الهرموني حضرتك حضرتك اللي قالك كده مش بقالك شهور بتروحيله ولم يطلب تحليل للهرمونات والوقتي هرمون اللبن طلح حاجة واربعين طب الشهور دي ضاعت على مين؟ عليا بقالي سنين عظيم الشهور دي ضاعت عليكي بسبب مين؟ مين اللي مطلبش التحليل؟ الدكتور بس عشان أنت وحضرتك طب يا فاندي وحضرتك من لم يطلب التحليل؟ لا يوجد دليل على أنه فعندما نذهب لمتخصص سنسمع كلام مختلف يا دكتور ده أنا باجي هنا من شهر يناير من يناير ووقت الكورونا ومش الكورونا والناس محبوسة في البيت وبنزل وباجي وبتابع وبتقول لي أنك كويسة أو ما اكتشف أنه هرمون اللبن 40 في شهر 8 مش كأنا كنت أولى بالسبع شهور دول وبعدين كمان ده هرمون اللبن 40 ده أنا اللي طلبت التحليل وهو هرمون اللبن ده دكتور يمنع حمل فإذا قال لحضرتك ما يمنعش قوليه طب بتكتب لي علاج له ليه وإذا قال لحضرتك يمنع قوليه طب وهو حضرتك ما بقاله كذا شهر عالي لأن احنا ما عملناش تحليل فما نعرفش فيبقى حضرتك تاني كده عنبت مرض اسمه تكييس موبايد ومعاه خلل في الهرمونات أدى إلى ضعف التبويض أدى إلى تأخر حمل واضح الأربع خطوات دول حضرتك بقى اللي بتقولي ده إن حد جاي في الخطوة رقم 3 وبيحاول يتعامل معاه تكييس الموبايد خلل هرموني يصيب كثير من السيدات في منطقتنا العربية سببه يقينا مقاومة الجسم لعمل هرموني الإنسولين واستعداد وراسي للسكر مرض مزمن لا يشفى ولا ينتهي وكل من يقول لسيدة إن كان عندك كان بالفعل الماضي تكييسات وراحت واختفت فهو وهم وكل ما يقال على استخدام السونار المهبلي فقط كزراع وحيد لتشخيص مرض تكييس الموبايد فهو وهم حيث تكييس الموبايد خلل هرموني يثبت بتحليل الهرمونات وحيث تكييس الموبايد تحكمه كريتيريا اسمها روتدرام كريتيريا هي مجموعة من العوامل تضاف لبعضها البعض وتكييس الموبايد خلل في الهرمونات أدى إلى سوء البيئة التي انزرعت فيها هذا المبيض وبالتالي إذا ديت للست منشطات دون إصلاح هذه البيئة فلن يستجيب المبيض وإذا استجاب فستخرج بوايضات في بيئة سيئة وبالتالي لن تكون مجدية في فرص حدوث الحمل ويجب في حالة حضرتك التعامل مع متخصص في تأخر الحمل فعند التعامل مع متخصص سنسمع كلاما مختلفا وسنعمل فحوصات مختلفة وسيكون خطة العلاج مختلفة أما عقار الميتفورمين فهو ليس دواء للتخصيص وليس دواء للبدينات وليس طريقة للتخصيص وليس مطلوبا في البدينات لكنه مطلوبا في مريضات تكييس المبايد حيث مرض تكييس المبايد له استعداد وراسي للسكر ومقاومة للجسم العامل هرمون الإنسولين ولم يكتشف الطب أي دواء أي دواء أي دواء أي عقار يقوم بإصلاح كلمة مقاومة الجسم العامل هرمون الإنسولين سوى عقار الميتفورمين والكروم والكروميوم والأوهام اللي بتصدر للسيدات دي لا قيمة لها من قريب أو بعيد في التعامل مع مقاومة الجسم العامل هرمون الإنسولين ومقاومة الجسم العامل هرمون الإنسولين الذي يؤدي للاستعداد الوراسي للسكر وللإصابة بتكيس المبايد لا يوجد عقار للتعامل معه طبيا ودوائيا في العالم كله سوى عقار الميتفورمين ولا توجد نصائح أخرى تعطى للسيدة بجانب الميتفورمين إلا بنظام غذائي قليل النشويات والسكريات وبتغيير نظام الحياة والثلاث أزرع دول هي نصائح مهمة وأساسية وحتمية ومستمرة لكل مريض التكيس المبايد معنا تصل تلفوني آخر مساء الخير مساء النور يا فندم أنا بشكر حضرتك جدا والله على المعلومات دي أنا متشكر لحضرتك قبل ما يخلي بقول لحضرتك أنا عندي دوتي في الشبكية جميل جدا والدكتور بتاع العيون قال لي ما نتعاش توليدي طبيعي أبدا يعني يا فندم لأن لو حضرتك عندك ضعف إبصار شديد ومعاك حاجة اسمها ريتنا التيرز يعني تقطعات بسيطة في الشبكية فلو حزأتي حزق جمدة من بتوع الولادة هيحصل قطع جديد في الشبكية وما نضمنش هنعرف نلحمه بليزر أو خلافه أو لا فاحنا مش عايزين نعرض حضرتك لأي سترس ولأي ضغط ولأي حزق فحضرتك من قبل ما يجيلك طلق ولادة لما تخش في التاسع وأنا أتأكد أن الطفل اكتمل نموه والرئة بتاعته تغدي بين جوات ولدي بولادة سالسة كده علشان ما يحصلش قطع في الشبكية ده كلام ده من روضة قيصاري ما فيش بديه قال للأسف يعني وقعدين نص الستات الوقت نص إيه ضف مصر مش عايزة أقول الرقم يعني مش هتبقي عجب ده أنت لو ولدتي من تحت اللي هتبقي استثناء يعني هي الولادة الأكثر أمانا للطفل عموما الولادة القيصرية وفي حالة حضرتك للحفاظ على الشبكية بتاعتك حضرك عندك ضعف نظر ضعف إبصار شديد هاي مايوب ضعف قصر نصر شديد اللي هو ضعف إبصار شديد معا تغير تغيرات في الشبكية وحصل لحضرتك ريتينال تيرز وحضرتك عندك المسكة دي يعني بتشوفي الزبابة الطائرة قدام عينك كتير نتيجة لترسبات في الشبكية في أي حزء جديد في أي موقف المفروض نتعرضيش لأي موقف لكن طبعا مشكلة الولادة إنها حزء جديد بصورة مكسفة ومركزة وعدة ساعات ساعة نصف ساعة ساعة ساعتين لحد ما نعدي المرحلة التانية من الولادة فده مش مستحب خالص ويمكن تفادي بولادة قيصرية والأكثر أمانا في حالة حضرتك ربنا يشفيك ويعافيك وحافظ على شبكية عينك خلي بالك من عينك جدا ألف سلام على حضرتك معنا اتصل تليفوني آخر السلام عليكم وعليكم السلام يا فن دكتور عيدل إزيح حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله أنا كنت جيت انشرفت بمقابل حياتك قبل كده في العيابة وحضرتك قلت لي إن أنا عندي تكييسات أنا عمري 43 سنة ووزني 79 كيلو وعملت منذار بطن تشخيفي وبعد المنذار يعني أنا دلوقتي عملت في آخر شهر تمانية ونزلت الperiod عندي نزلت مرتين عملت تحليل تانية ونتعايز بس أاخد رأي حضرتك فيها حياتك معي؟ أنا معاكي تفضل طلع عندي الFSH طلع 59 كويس تمام الLH طلع 6.1 من 10 الE2 طلع 39 من 100 البرولاكتين طلع 21.2 من 10 الAMH طلع 51 من 100 الTFH طلع واحد وخمسة وكمانين من 100 أيو دي التحليلات اللي أنا عملتها بعد المنذار التشخيفي في المنذار هو يعني كان عملي تصطيبه كده وما لاقاش حاجة قال لي بس في الأول قال لي فيه أنبوب واحد كان فيه انتباد لأنه عمل أشعة بالسبغة أثناء العملية يعني أثناء المنذار وكان فيه كيس مية صغيرة واسة فعايزة أعرف بس رأي حياتك إيه بالتحليلات بعد العملية هو فهندب لم يكن مطلوباً هذه التحليلات بعد العملية لكن مفيش منها ضرر لكن حضرتك أنت فهمة أن عندك إيه وبتعملي إيه وفرصك إيه آه يعني واحدة قلت لي أنه هو مش مستحيل الحمس لكن أنا كنت عملت التحليلات لما لقيت أن البروت نزلت في أول أول أسبوع بعد أو أول أول شهر بعد العملية على طول ونزلت لي تاني مرة فأنا حبيت أطمن على مخزون المريض دي حاجة وأطمن على الهرمونات هل الهرمونات عندي ضبطت ولا ما ضبطتش بعد العملية طيب وأنا مش عارف الهرمونات قبل بس أنا هقول لحضرتك كده الأسرار الخفية اللي حضرتك مش هتخدي بالك منها بوضوح يعني حضرتك عمرك كم سنة؟ 43 المفروض في عمرك ده المخزون يبقى كام؟ 50 من 100 أو أقل حضرتك طالع مخزونك كام؟ واحد وكسر وحش واثنين وخمسين حلوة أو دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ أجميل المخزون بتاعي عالي هو فيه مرض فيه يعلي المخزون يعني فيه السيدة يبقى مخزونها أعلى من الطبيعي آه مرض تكايس المبايد وهو الوحيد يبقى عند حضرتك مخزون المخزون ده ما هوش الحقيقي بتاعك ده خداع من المرض للمعمل حدث بعد المنظار؟ أهو فاندم حد فهم حضرتك أن المرض تكايس المبايد ده مرض يشفى أو يروح أو ينتهي؟ أهو لا حضرتك مرض مرتينش علي يا الرد على سؤالي ده أهو لا أهو من حضرتك من خلال حلقات حضرتك أنه ما بيشفاش بس برضو اللي عرفته من حضرتك من خلال الحلقات أن عملية المنظار التشخيصي بتعمل يعني إيه؟ شبه تحفيز بيبقى فيه ستة شهور أهو فاندم بقى فيه ستة شهور استجابة المبيض لأدوية التنشيط تتحسن ما قلناش ستة شهور بتشفي من تكايس المبايد فنرجع تاني معلش نرجع لنفس السؤال اللي وقفنا عنده وحضرتك قمتي مجاوبة عليه بها مش مجاوبتيش عليه أه بأه أو لأ هو حد قال لحضرتك أن المنظار ده سيشفي تكايس المبايد مش فيه ها بس هقول حياتك برضو على حاجة الدكتور بتاعي برضو قالها هو قال لي كان فيه ميا داخل المبيض فالميا دي لما خرجت كانت هي اللي معلية نسبة الهرمون بتاع الـ FSH ودي لما نزلت خلاص دي هتخلي فيه استجابة أكتر للتبويض أو هتحسن التبويض اسمحيلي حضرك ما علقش على الكلام ده عشان التعليق ما حبش أقوله على الهوى سمي تاني بقى حسأل السؤال لتالت مرة الذي تصري على عدم الإجابة عليه وأصر أن أنا أسمع إجابة عليه أنا قلت حضرتك لأ أنا عارفة أن تكايسات ملهيش بخال الهرموني وملوش عليك جميل وبالتالي حضرتك ليه متعجبا نقول لحضرتك أن التحليل بتاع المخزون ده بيشير أن الست دي عندها تكايس مبايد وكيلي إيه ده حتى بعد المنظر لأن الخلل الهرموني يعني زي ما أنا فهمت أن الخلل الهرموني ده ممكن يكون اختلف بعد المياة اللي نزلت من المبيض أثناء التفقيق مش أنا قلت لحضرتك اسمحيلي مع اللقش على كلمة المياة ونزلت والكلام ده أنا ما أقول لحياتك برضو أنت بنت رائد أو الفكرة اللي عندي بنتها بناء عن إيه طيب دلوقتي من خلال التحليل مرض تكايس مبايد خلل في الهرمونات تمام؟ الهرمونات دي تتحسن بعلاج هرموني وبفقد الوزن عملية التثقيب ما بتأزبطش حاجة في الهرمونات دي عملية التثقيب دي بتحسن استجابة المبيض في ظل الخلل الهرموني اللي موجود تخلي استجابته أحسن يبقى هي عملية تثقيب مالها ومال الهرمونات حضرتك كمان بقراءة بسيطة كده حضرك قلتي كده تحليل الـ E2 بتاعك هرمون الأنوسة رقمه كام؟ 39 من مية بالضبط الحمد لله ما زلت على قدرتي يعني حلو 39 من مية حضرك ممكن تقري الطبيعي بتاع المعمل المعمل كاتب العليمين كده الطبيعي عشان الستات تعرف محدش يخدعهم اقري كده الطبيعي بتاع المعمل كاتب ايه في أول سطر من غير ما تبص يا فندم هالطبيعي هتلاقيه يختلف من المعمل لكن الأرقام من 24 25 لحد 150 190 200 170 كده تعم؟ وبالتالي 39 من مية ده رقم ايه؟ يعتبر ايه؟ كويس ولا مشكلة؟ قليل جدا أقل رقم في الطبيعي المفروض بـ 24 فتسعة دي تبقى ايه؟ تقريبا تلت الطبيعي تلت أقل حاجة في الطبيعي طب واهرموا القنوسة ده بيشير لإيه؟ لكفاءة المبيض وقدرته تاميه؟ يبقى التحليل ده اللي حضرتك بترمهولي كشارك برضو عشان قولي انه كويس أنا كويسة التحليل ده يشير إلى ضعف واضح في أداء المبيض وقدرته على إخراق بوائضات طب الحال إيه؟ أن حضرتك تمشي على التنشيط وتبقي عارفة أن ده بيحسن الفرص نعم لكن هناك عوامل سلبية أخرى منها أن أنا مريض التكيس منها السن لأن السن عامل سلبي بوضوح بغض النظر عن الهرمونات وبالتالي اللي نقدر نعمله هو أننا النشط طبوي دون خداع دون إيهام دون خداع دون إيهام أن أنت طبيعية وفلة وممتاز والفرص عالية جدا يا رب ربنا خلاه في الظنون وحضرتك ممكن يحصل حمل الشهر الجاي لكن حضرتك للأسف حد مصدرك أنه هيحصل حمل لدرجة أنك استعجبت إيه ده أنا عملت المنظار ونزل الدورة مرة واثنين كمان هو في إيه ده أنا المفروض حدوس كده يحصل يا رب يا رب يا رب يحصل يا رب وأنا أتمنى ده لكن هذه ليست الفرص ولا النسب ولا طريق التفكير ولا التعامل مع هذه الحالة ليس بيدنا حاجة سوى أن نعمل ده بس حضرتك لما حد يعمل ده يقول لحضرتك الحقيقة لأن للأسف حضرتك بيني أمال كبيرة جدا عشان كده إن شاء الله يا رب تطلع الأمال حتى لو صغيرة ممكنة ودي ممكنة فعلا وممكن أن يحدث في أي وقت مع الالتزام بده بس ما فيش حاجة اسمها طلعنا ميا من المبيض خالص وده هيحس الهرمونات وده هي عملية تفقيب ما بتطلعش لميا ولا زيت ولا أي حاجة دي بتحد قشرة المبيض اللي تمنع خروج البيضات وبتكوي الاسترومة بتاعة المبيض في مريضات تكايس المبيض اللي بتطلع هرمون الذكورة عشان كده يتحول المبيض من بيئة ذكورية إلى بيئة أنسوية فتحسن استجابة المبيض لأدوية التنشيط ده الباسوفيسيولوجي بتاع والأثر بتاع عملية التثقيب كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة وبالكلام العلمي الحقيقي الصحيح جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتك تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا بما نقوله من حقيقة وعلم وأرجو بإذن الله أن ربنا يديم فضل علينا وأن أجي في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل لبنا بشرة خير